موسيقى السلام عليكم أهلا بكم فيديو جديد طبعا ان شاء الله ما احد يحتاج للشيء لكن توقع الان في ناس مبايقين ان ابلش كنسلات مدخل اليوم سماعا 3.5 فنشوف حلول الحل الافضل بداية ويرلس السيارة يكون فيها بلوتوث فهذا الحل متغدن حق المستقبل اذا سيارتك ما فيها بلوتوث فهذا الحلوة الثانية طبعا البداية الكل لكن نحن تقريبا جميع الشركات تحولت الحق للشيء كبداية نحن لازم نكانسل الانالوج مدخل اليو اس بي او مدخل 3.5 هذا الانالوج كلنا راح نتحول حق الديجيتال فالديجيتال هو افضل وهو فيه تطور اكثر وهو ما يخترب وهو فيه نغاوة افضل راح تكون طبعا نعرف ان الحق الالعاب واللاعبين ان يتوهق اللاعب اللي لازم يبيه بكابل عشان ما فيه تأخير وما فيه الاشياء فاذا تبيد الشيء او سيارتك قديمة وتبي برضو تشحن جوالك وتركب السلك وتسمع الموسيقى فنبدأ حين نشوف لكم الحلول الموجودة طيب احين نبدأ معاكم من تحت كبداية ما تبي تشحن جوالك تبي بس سلك تركبه في السيارة مثلا في مدخل السيارة في 3.5 الى اللايتنيك في جوالك فهذا هو الخيار كبداية كل اللي بتشوفه ما ادري والله وين يمبعون لكن هذه اللي في موقع ابل فمدعمين من ابل برضو يجيك واحد يقول لك شريط القطعة ما اشتغلت عندي لان اللي شريطته مبسطية هذه معتمدة من ابل انا لو اريك محين من حساب ابل هذا مثل ما نشوف ابل ستور فهذا من ابل نفسه رسمي فمثل ما نشوف الكابل يجيك الكابل العادي لنعرفه الجهة الثانية مدخل الايفون فالطول تشبكه في الايفون الجهتين ينتقل عندك الصوت هذا هو الخيار الخيار الثاني لا تقول تبي تشحن طبعا شو الاسعار هذا في موقع ابل ما ادري وين موجود في دول العالم ااسف ااسف عارف بيجيك اشخاص بسرهم يجيك شخصان يقول لك لا ابي اشحن و اركب المدخل اركب الشاحن في نفس الوقت فعندك الخيار تركب الايفون هنا و هنا يطلع لك الجهتين هنا 3.5 الصوت وهنا تشحن هذا حل الثاني هذا حل الثاني الحل الثالث اذا كان عندك ذلك القطعة الذي تجيب مع الايفون على طول جاهزة قطعة ذلك هذا الحل طبعا كانت عندي بداية من زمان نفس ذلك بس يصيرون نفس الشيء فهنا تركب الصوت مثلا او هنا تركب الصوت وهنا تشحن لا تتوقع انك تقدر تشحن بكابلين ما تنحل مكتوب عليك في العلب اصلا حتى لو تخشف الميزات يقول لك ما تقدر تشحن الجهتين واحدة بس شاحن و واحدة ثانية طيب نجي لحق الشخص الثالث يقول لك لا ابي اشقل لحق شخص صوت من الجهتين يعني بسمعتين اطلع صوت هذا الحل طبعا يجي لك دانجل وتوصلها الى ايفون لا بطريقة ثانية المهم لك تركبه في الايفون وهنا يطلع لك مدخلين تضع السماع والسماع الثاني اوكي هذا حب خلصنا من الجهتين هنا الدانجل مثل ما قلت لكم هنا لحق الايفون او غصد الايباد USB-C طبعا ما بلازم تشتري القطعة USB-C ما بمات ابل فتشتري اي قطعة من USB-C الى 3.5 تستخدمها لحق الايباد طبعا في حلول ثانية مثل هذا الكابل نفس الشيء قبله تستطيع تركبه في السيارة هنا يتركبه في مدخل الشاحن الاسعار تختلف 29 هنا في الكند هنا تحت 35 لان الدمال ابل ايضا هذا معتمد من ابل ما فيهم فرق نفس النغاوة لكن هذا كيف ابل تضعها بالحالة هذا مال لصناعاتها وهذا صناعات شركة ثانية بس تقريبا ان شاء الله في هذا اكمل الفيديو واسف اذا تدروا اني مبت دول الخليج فلو بشتري شيء من دول الخليج يعني لو في السعودية انا جالس وشريتها اقول لكم من دول المحل لكن الاسف انا مبت موجود هنا فقط اتوقع ان في جرير اكسترا محلات المعتمدة من ابل اتوقع تحسينها الا في الامارات عندكم محل ابل مئة في المئتكم موجودين دول القطاع ففي نهاية الفيديو لا تنسو ان اشترك بالغناة ونشر المقطاع وعمل لك المقطاع وتعليقاتكم من تحت تهمني ولا تنسو انفضل ادعاكم السلام عليكم السلام عليكم شكرا